الشفت الثاني من ثمتين الظهر تقريباً للتسعة أو للعشرة بالليل الشفت الثالث طبعاً هذا كل اسبوع يتغير الشفت الثالث يمكن من للعشرة أو من 11 بالليل لثمانية الصبح طبعاً ها ساعات العمل تختلف يعني لما يشتغل الصبح مو مثل ما يشتغل بالليل بالليل صير ساعة بساعة ونص يعني مثلاً اذا مثلاً افتراط اذا الصبح ينطون على ساعة 10 يورو لا بالليل يطون 15 يورو على الساعة لان انا سحران الليل كله هو يشتغل انتم كيفين يطونك يقول كيابا اوكي لك الساعة بساعة ونص المهم يوافقون لا يعني البث من يا دولة البث من المانيا مو سمعت لازم اقامة عمل لا مو اقامة عمل انت لما انتشتغل هذا علي برويز اللي اقل لكم واحد من العديتهم راح للموظفة قلت لها انا انا صار لي سنتي انا صار لي سنة وثمانة شورو اشتغل ابيض وادفع ضريبة وكذا راح الموظف تلمسه لانه قلت لها هذا الاسفايز بثلاث سنوات ونص اسفايز يعني هوية بها اقامة ثلاث سنوات ونص بعد الاقامة بالالفين واربع وعشرين تدي هيت قلت لها نصا نصا قلت لها بالالفين بالالفين واربع وعشرين مدير ثلاث وعشرين قالت لي تجي تدفر علينا الباب والله هيتي بالقرآن هيتي ترجمها لي نصاً هو قال لي ما ترجمها لي هو قال لي قال لي والله العظيم قالت لي هاي السنة الفلانية ما تذكر 23 24 21 ما هدري يا سنة قال لي قالت لي هيتي تدفر علينا الباب وتأخذ إقامتك يعني شنو دفر يعني لو سمحتي ليش لأن أنا هي قصدها لأن أنت تتعب وتشتغل وتدفع وتسوي وما منطي تك الدولة شي فمن حقك الإقامة ما العائلة شن هو المال عائلة والله ما أدري سرط عندي لغة معاً أكل أكو شغل بدون لغة حبيبي أكو شغل بدون لغة زين أنت أنا سألت لك ترفض رفض أول والتاني المحامي وسنة ونص وكذا لعد أنت وين شنت ما تتعلم لغة بسنتين بثلاثة بسنة ونص مو شرط مئة بالمئة خمسين بالمئة ثلاثين بالمئة أربعين بالمئة صفر بالمئة بس تعرف الأساسيات أكو شغل ما يحتاج لغة هم ما راح يحطونك باستعلامات أو على كرش فرار أنت راح تشغل شغل يعني مو عمالة بس عامل عامل بشركة عامل بمصنع عامل بمعمل عامل وكذا يحطونك جهاز مثلا يقول لك سكانر مثلا أو أنت تعرف مثلا يطلعون لك هاي اللي تشيل شوكية هاي نسميها بالعراق الشوكية هاي الشيل بيها الاسكيابات وشيل بيها الشي وشيل كذا مثلا يعلمونك بالمعمل أنت تشغل هاي ساعتها أكثر سواقها أكثر من اللي يشتغل عامل يشيل ويحط بيده ويلزب ويسوي وكذا هواي شغل شباب بالقرآن هواي شغل لاحد يقل لي ماكو شغل لو ماكو أبيض لو ماكو شغلا عندي ابن عمي عمي بألمانيا يقدر يسحبني صلى سلسل سنوات لا والله يا سمسم الكرد وين يقدر ساحبك مسكين ما يقدر خلي ساحب روحي أول مرة يا الله يساحبك شقد تكلف الروحي حبي من العراق لألمانيا والله يا عابد حبيبي والله شدة نقول حط بجيبك شدة تقدر تتحرك بالفصحة يعني غصبا على الدولة تنقيقها والله غصبا والله غصبا لأنهم يحترمون يحترمون الشخص اللي يشتغل ومثابر يعني شوف شوف سؤال شباب لكم كي لكم سمعوا هاي الكلمة حتى لو ما حساني عليها لمن أنت خلصت إقامتك أوكي أو أنت تريد تجدد إقامة أو أنت تريد تقدم على إقامة إقامة عمل أو أنت مو قامت عمل يعني يعني إيش إسمي أو يسئلك الموظف مالتك يعني يقل لك تعال حبيبي أنت صار لك مثلا سنتينة أو صار لك ثلاث سنوات يريد يسوي ياك مقابلة يقل لك سويت بهاي الفترة أنت مثل ما تفضلت مساء وحدة من البنات أو ولد ما أدري بي شاب قلهم والله أنا بالسنة الفلانية أنا سويت العمله تطوع الفلاني يعني زين سويت أوكي أنا سويت هاي الشغلة الثانية سويت براكتكم بهذا المكان أوه تخبل أنت يعني أنت كله زين سويت هاي الشهادة مالتي سويت هذا أخذت شهادة السياسي أخذت لما أنت أخذ لك ملف وياك وتروح له ها ملف أوراق عندك يعني كلها شهاداتك والشغلات اللي مسويها مو مثل اللي تروح أنت إيد ورا ويد قدام وما تعرف شي هذاك وين يقدرونه وهذا وين يقدرونه زين التقدير يختلف ش تريد ملابس شتائية إيه شقد تريد يلا هاي ورقة مليها وطولك فلوس ياخذون من عندك عشرين يورو بشهر كل التسهيلات يسهلونها لك شونه براسك شونه ببالك إنت عندك تمريض أوكي مسوي براكتكم تمريض إلك ستlevel انت cynical ستة شهور هنا إنت عندك في هواية هذا الشي اللي دعلا بغشيته مثلاً أنت سويت ممرض أو أنت سويت بالألتنهاهم أو أنت سويت سامكري أو أنت سويت حداد أو أنت سويت كهربائي أو أنت حلاق أو إيه مهنة كانت طبق سيراميك بأن MER مددة خلفي صباق د آم كل شيء كل شيء هلًا عندك هوايب هذا الشيء يا واللهه hopefully aliśmy هواية. زينة تحب يعني تشتغل ب هذا المجال. ايه احب اشتغل ب هذا المجال. تجل لها يعني انت ساعديني. ساعديني. للموظفة والتك. ساعديني. تجل لك ايه اساعدك. اضضل. العالم تنام و انت هي تدز لك في هالبوستات وفي هالروابط. هذا يفيدك. هذا يفيدك. هذا يفيدك. هذا يفيدك. قريب و بعيد. اللي العناوين التي تطيك ياها. ليردون مثلا صباق. ليردون دهان. العفو. اللي يريدون سمكري اللي يريدون حدلاق اللي يريدون كهربائي اللي يريدون فيتر ما يسأحنا ما يعوفونك ايهنا لما يحطونك بالمكان الصحيح يلا يقول لك احنا بعد ما نعلاقة بك انا هواي الشباب ما قرأت تعليقات العفو اذا تحبين تعرفين معلومات انا افهمت اذا تحبين تدلل اريد اطلع شلون والله شلون واحد يحق فلوزها بجبة ونشوف له واحد يعني يعني يخاف الله ومحترم العفو او نقول مو تشذاب هي تي يقدر يطلع استغفر الله العظيم يا ربي اختصر الجواب حتى تلحق على كل الاسئلة هواي اسئلة جاي تعبرها والله جاي اعبرها انا ما جاي ابوع للشاشة جاي ابوع قدامي مو المشكلة ما اقدر اسولف لي سالفه ما اقدر اسولف لي سالفه ومفهم المقابل يعني مثلا اسولف لي موضوع وللنص اي وبعدي اي شلون اي وشنو شو انت بس اتشي اتشي وكذا فاني حتى لو اكد علاقات عبرها بس اكمل الموضوع اخويا هم عندك معلومة عن المهاجرين والله ما عندي اي معلومة عن محمد البعشة يعني يعني الله يفرج عليهم ان شاء الله يا ربي ربي ان شاء الله يسهل كل امرهم بس والله معلومة بالضبط او معلومة هذه ما سمعت عنهم ولا اعرف ولما نقول يدخلونهم او يدخلونهم بالاوروبا واحد يجي يقول لنا لعدو جماعة اليونان صار لهم خمس سنوات وست سنوات باليونان ليش ما يدخلون ذولا كأولئ ليش يدخلون هذولئ احنا واحد حط عقله براسه وان شاء الله رب العالمين يوفق الجميع شو حاليا ايضان العشاء بعده احنا احنا عصر عصر هسه بالسبعة الا ثلث انت بالمانيا هسه خادم الحسين حبيبي بالمانيا يا غالي اوراق اسمانية تقدر تشتغل بها بالمانيا اذا وائل اذا عندك اوراق مثلا يمكن يمكن مو اقامة يمكن جنسية او ما ادري يعني تقدر تقدر بس هيش ولا هيش تقدر او بلغاريين يمو نشتغلون هنا او صربيين يمو نشتغلون هنا انا اشتغلت ويا بلغاري وصربي وكذا وروسي كلهم اشتغلتوا جج proportion لفتهم Santos ل einem يفتهم الفماني يفتهم او اوcież انا مفتهم بينهم كلمتين اثار وحده الخطت حاجة و اكلمتين اما شو significance واحد يبعد يقول ايه اللي اخنا ذبح التركي يقول يقول مورج يعني باتر تشتغلون انشاء الله صادفت فيها سبت و الأحد عطلة رسمية يعني باتر تشتغلون انا قلت اشتغل هاذاك شي صيح البلغاري ناين 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 سبوته سبوته يا ربي التركي شوش شوش ما يفتهم سبوته أنا تأخذ عندي قلت سبوته يمكن يقصد سبت هذا يقول سبوته ناين ناين المو ناين العفو ناين بالألمان هو ما يعرفه نا 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 سبوته سبوته أثاري سبوته أثاري قلت له باتر سبت أنا ما أشتغل اي والثانية غلطة السربي حتشاه واحد بالغاري واحد السربي واحد كذا ويجون يشتغلون بمبلغ زهيد يعني يشتغل بساعة بعشرة يورو وهو مترهي لماذا؟ لأن ساعتهم بثنين يورو مدربي ثلاثة يورو ويضعون هنا عشرة يورو بالساعة مكيف يحصل مئة يورو باليوم احنا ما تفيدنا يقول لك احنا عايشين هنا بألمانيا يعني ما مئة يورو عفو عشرة بالساعة ما تريدها سايقة ريلا يقدر يشتغل سايقة ريلا سامير حبيبي سامير لمن انت عندك إقامة الجوب سنتر المسئولين عليك يدخلون لك دورة ويدفعون لك فلوس سواء انت سايق باص او سايقة ريلا او سايقة كذا يعني انت مو عالحشي هم انت سايقة ريلا لا يأخذونك ودخلون لك دورة ويعلمونك يعني هواي 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 شغلات ويخسرون عليك الفلوس لما تاخذ الإجازة مال مالة التريلة يعني هسا عندي إجازة بس ما ما نسمح لي سوق التريلة مزين؟ بس سايقة التريلة واحد فلما يخسرون عليك ينطونك إجازتك ويراتبون أمورك يتش الساعة تشتغل مراتبك يعني الله أعلم الله أعلم الله أعلم راتب القطار أنا أتذكره راتب سايقة القطار 3000 يورو من غير الضرائب يعني ما دافع يعني 30 ورقة صافي إلي هذا اللي سمعته يعني مرحبا من وين البث ندا من ألمانيا من هاي الحديقة ايو الله بيش الساعية هسا السبعة العشرة تقريبا صارت فقط نتسب كيسة قويلات العظم مظاهرات ولا شيء أحمد علي والله سالفة المظاهرات كل اللي يجي هسقى المظاهرات وزين المظاهرات شي يقريبا المنتسب مثلا المنتسب الوزارة الداخلية وين؟ ما للفوج اللي دعون بي او المركز او غيره او القيادة وين؟ يعني حوالي امور شباب اذا طلعت فيزا دراسية لروسيا الاسبانيا اقدر اقدر اقدم لجوع فيزا الدراسية راح تبصمين عليه انتي لما تروحين للسفارة يطونيش الفيزا الاسبانيا راح تبصمين عليها وتاخذينها لما انتوصل للاسبانيا وتجين لالالمانيا وتقدمين فيزا تقدمين لجوع في المانيا او هولندا او بلجيكا او 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 بالدول العربية راح يقولوا انت جاي فيزا دراسية وانت حاطة فلوس بالبنك يعني بعدين انت الفيزا الدراسية ما تطلع لي شيء بالهيين لازم يتحطين فلوس ويحجز عليهم البنك مدري شلون سالفتهم يعني مثل التأمين او فاتشي يعني عشر تالاف مدري فمن تالاف مدري ساعة تالاف يورو بعدين تجين بالفيزا من قدمي اللجوع راح يقولوا انت جاي فيزا دراسية مالك اللجوع روسيا مو اوروبا يمعودين اذا فعلا عسكري اذا اجي ساعدني لو شيء قليل اخيك ماكو شغلة ما مشتغلها حمد الناصر يا حبيبي بخدمتك قلب ممنون منك سمير الحجي وردة نور حبيبي حبيبي عبوسي الغالي صديقي بيش اريد اشتري بيش شنو يطلع شنو بيش تشتري انا كده الشاشة صديقي اوروبا كلها اوجه من العراق لا شغل لا عمل لا تعينات لا رواتب صديقي اوروبا كلها اوجه اوجه من العراق صحيح بالله العراق لا بي تعينات ولا بي كل شي ما بي لا ابو الشهادة متعين ولا الماء عنده شهادة متعين كلها تشتغل بستوتا وكلها تشتغل مع احتراماتي يعني كل العالم النشامة والتشتغل وانا واحد من عندهم انا بالعراق والله اشتغلت بتاكسي واشتغلت على الخط وبعت ثلج واشتغلت بعربانة وسويت كل شيء يشهد علي ربي ودرست اتروح للمدرسة هي تشيء وصلت وصلت للسادسة الادبي سنتين بالسادسة الادبي سنة اتجلت وسنة ثانية ونوبا خلصت ما قالوا لبعد ما تقدر تدرس انت روح وودي ونويل اذا اهل الناصرية موجودين بالبث سجلوني بمدرسة الطاليعة مدري مدرسة الناصرية المسائية مدرسة اسمها وصارت لغوة النوب بعدين بطلت كده سافرت للأردين ورديت للأردين ورحت لسوريا ورجعت من سوريا وصوت لي اختي في زي زيارة ورحت مناطق يعني بس هذا يعني انا قصدي ارجع و اقول على الشغل الشغل مو عيد بس بالعراق حتى بالشهادة ما لاقينه شغلة هنا اللي عنده شهادة يشتغل اللي يدرس يتعب على روحه يشتغل اللي عنده فكرة يطورونها اللي لما يشوفوهم واحد حلاقي يقولوا له هذا مكانك لما يشوفوا له واحد فيتر او كهربائي بيوت او سيارات يقولون له هذا مكانك وهذا ناتبك وهذا لتستحق مو بالعراقي يلا روح كلها يكتلونه اذا اختر على فتش يكتلونه يحطوا انطلقه براسه ينومونه خاف ينافس الانتاج الايراني زين تقدر تلطينا كيس نحتي خاط من الروح العمر الضائع شيني من كيسش ما اقل لكم انا هو مو حاج لسان قلت لك هادسه مدري قلت لك العمر الضائع قلت لك يا اقولي انتي مهندسة لازم تكون عندك شغلة تثبت انتي مهندسة مهندسة ومهددة انتي يتهددوك جماعة من الجماعات ما شاء الله المنتشرة بالعراق زين لما اقول انت تقول انا شرطي واني مهدد واني كذا وكو ضباط دمج يعرفون ترى هذا حاج ما نطلع من الجيبي يعرفون العراق بي ضباط دمج ويعرفون بي ضباط كلاوات ويعرفون بكل شي زين بس انت شون تثبت نفسك انت انت شرطي او جندي او عسكري او انت مهندس او انت طيارة او انت مدروين السلام عليكم اجمعين علي حاتم ضايع حياك الله ايو والله خلني قعد هنا الحديقة هاي باليل صيح والبد محد بيه ايخ يا ابي والله تعبت حين هاي وين صارت التعليقات انا حلاق حلاق علاوي حلاق تشتغل هنا اول ما تشتغل بالاسود وتشتغل تحصلك مصرف يومي وكذا شوي شوي تتعلم اللغة تقول لهم انا حلاق تدرس بشركة حلاقة يعني رجال ونسوان وهنا حلاقة مش لون بس تقل لي هيتي الطاقة طاقة منا ومنا تقل لي يلا قوم دي تاخذ من عدة خمسين يورو ستين يورو يعني مو مثلنا عبالك واحد وجهة تقبل ويطب لي الحلاق سوي لي مساج وتنظيف بشرة وهالي الحباية يفيد وشيلها وهالي مدرشين وحدد لي منا واصبغ لي هذا وسوي لي هذا واطبر لي ماكو هذي السؤال بترى أبد بس هيتي تشخحك بالمكينة منا ومنا يقل لي يلا قوم الحق رباك لني كلهين عندي با أنت بلا أنت مدوم مضياء اسكت بوريوك شهادة التخرج وشهادات دني اي ادري بيك ضياء ما خليت نترى اياك الفيزة الدراسية ممكن ما بيها بصمة لا شون ما بيها بصمة لا شون تحط فلوس وتحط دنيا وتحط أمه شون تش بلا ما بيها بصمة أخي هي وراح تقابل بسفارة كي تحت بصمة صحيح اي فيزة الاوروبا بيها بصمة اي فيزة بصمة اي فيزة راح تستلمونها من السفارة يا شباب فيزة علاجية فيزة مدري شون ها الفيزة العلاجية اكو بيهم مثلا واحد يديز تقارير هنا المستشفى المستشفى لما اي شي يكون التقارير وكذا يقول لكم مثلا لا سامح الله العلاج او العملية يكلف مثلا ميتة الفيورو او عشر شدات او خمس شدات او شدتين او ثلاث شدات او اربع شدات يلا حط المبلغ بحساب البنك حولهم دي تساعي دزولك فيزة علاجية هاي اذا كانت هنا واذا كانت بالواسطات وماواسطات وهدي تكون من السفارة عن طريق السفارة اذا واحد ما عنده وعنده وعنده واسطة وعنده ويا القنصل ويا السفير ويا مدمنه هم يروح يبصم على فيزة يلا يقدر يجي زين فعلا عندي وباجي اسكري ويا يخدمني خدمك شا شو ما يخدمك انا طباخ اقدر اشتغل والله تقدر تشتغل طباخ شوفوا شباب كل واحد عنده مهنة وعنده حرفة وعنده شغلة وعنده كل شي يقدر يشتغل ما اريد احتي الكيس خوية سلام الحمراني متأكد انا هم منتسب وراح اطلع الشمر الشمر حبيبي تقدر تطلع والله انا ما ادري واحد كاتب انا كوافيرا مدرشيني ما لحقت عالتعليقك وتعليق هيتي والله وين عايش ضياء ابن ذيقار حياكل ابن ذيقار انا بلمانيا قلبي انا سايق شفل بوي بوي شايق شفل غير تكرفهم حتى حتى الموظفين اللي بالسوسيال تكرفهم شو ما تشتغل حبيبي شايق الصفل شنه شنه سايق الشفل انت قلبي تشتغل ويوميتك تشغل حليك شقي هنا الله وكيلك اسكت بس لا تقول لحد قبل تنضرب بعين الله وكيلك حبياني نصحوني افضل دولة السويد من ناحية الشغل وكل شي متوفر برأيك شا خلي براسي علاو السيد هو ش تخلي براسك هو راسك ش ضال به دين هو راسك هو انت دين ما باقى براسك تروح لسويدي يتشغلونك برفض وبطعم الليمون الله وكيلك وبطعم النوم بصرة رضوان يروح يكرفوا فلوس ها انا كوافيرا يعني يفيدنا الشغل يفيدكم رضوان الكوافيرا توب تقدر تفتح شوفي الكوافيرا تفتح محل على حسابها ها والدولة تساعدها تحف وتميش وتاتو هاي السوال فينا كلها غالية والعرب والعرب يعني سوان عراقي سوري لبناني هاي الشغلات كلها يشتغلونها يعني رخيصة يعني مو مثل شغلة الالمان فالعالم من غير الدعايات والاعلام وشغل وكذا ويه سكتوا عمي والله ترى هاي المهن هاي كوافيرا حلاق صباق كهربائي سايخ شفل انت سايخ الشفل الله وكيلك طمني طم بالفلوس سؤال حبيبي شغل البنى يحق الطالب اللي يجوه ان يمارس عملك تمارس عملك حبيبي شاهي او شاهين لو الله يقلو بالعراق ونخلص فالله ما لين تقول شاهين شوفوا لمن مادر من هو اللي قال ها البنى 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 هسا انت بنى انا كنت اشتغل ويا شباب سوريين يدورون على البنى دواره يدورون على البنى دواره يوميته مية وعشرين يورو هذا بالاسود يعني بدون اوراق بدون شي انت يومية سيارة تجيك للباب تحطك تحطك بالهذا وياخذ منك للشغل خلص الشغل يطونك مية وعشرين يورو المية وعشرين يورو اسود مية وعشرين يورو اضرب احسب المية المية يورو حاليا يمكن بالعراق بمية واثنين وسبعين الف والعشرين يورو شوف يعني يوميتك ميتين الف ايه هذا ابسط الاحوال هذا بالاسود وذا تشتغل بشركة وذا تشتغل بشركة وشغل او 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 هذه شاعة هنت لعب الفلوس لعب يا عمي قلت لكم يا شباب شين هذا لي غني؟ آه سفينة شوف هاي مساوين بها حفلة حبيبي فدوة بس قل لي الأوراق لقدمهن إثبات يساوون بيهن صاح الصدور والله قبل اروح والحوى بظهورك أخوي ماكو إقامات بعد لحد يجازف وراء بسنة الإقامات احمد حسن ما تتذكر الله يا معود انت لا تكسر واحس العالم انا جاي اقللهم اللي عندك اثبات اللي عنده اثبات اللي عنده اثبات ما جاي اقللهم الكل واحد تعال انا جاي اقول اللي عنده كيس وعنده اثبات ويقدر يقنع بالمقابلة يجي ويقدر يحصل لجوء انا واحد من الناس شنو انت عميش جابك شسوي جيت ما يسئلون لك قبلهم شسمك مواليدك عنوانك دوامك سابقا شنو قوميتك شنو انت عربي كردي يزيدي صبي مدري من اين جاي يكتبونها عدد اخواتك عدد اخوانك امك متوفي ابوك متوفي مدري ايش شنو شغل هاي الاسئلة الروتينية بعدين يسئلون لك عن سبب لجوءك انت انا تقللهم انا هي تي 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 تقدموا وراقك هاي كان الشهادتي ما للدورة هذا كان الباج ما للداخلية بالسنة الفلانية داومت بالفوج الفلاني هذا كان عندي الباج ما للفوج انتقلت من ذاك هذا الشغلة بالسنة الفلانية دخلت دورة ما لأي دورة داخلها تدريب هاي الشهادة ما لكهم وهكذا يعني يقلوا كاله اروح ان شاء الله موفق يترخونك بعدين بقاوة تجي تقاوة هيف صباق دي كورات يا حبيبي بس الورق سلام الحمراني حظي والله لو ألزم حظي إلا دمره لا الدمرين حظت شو لا عشي رضوان أنا كوفيرا يعني رضواني روحي